الخبر الأول اللي عدنا عردت فعل مايت جمال على المقلب اللي صار مايرف شنو الموضوع فروح وشوف المقطع السابق اللي شرحت بي القصة بالكامير روح وشوفه عمون تفتموا القصة طمام بالبداية شنانو الطرفات هي بيت مباشر دسونا في زندانية عارك وكل شوين داخل مايت جمال على البيت ونطلع أحبك راحتنا وبنسبة الوقت شنانو تراسل عن طارق الباشرة بالواتساب وبعدك شفنا حقيقة وصارت الصدمة فما يتجمال طلعات البيت مباشر وشوفه ما صارت تقول أخرى عليك أخرى عجواني أخرى على فهد أخرى على طارق أخرى عليكم كلكم وثبتوا الموضوع تمام وانتم ناس زبالي فاعي أفاعي طلعتوا حياة يا الله الوساخة اللي عايشين فيها يا زلمة أنا مش شفت وساخة بزيهك وساخة ما شفتش بحياتي عبدا وبعدها جتيني على الخاص ومن الواضح انه تشات كل ما أصبع بعض شوية رح تبتي وشوفوا ما يصارت تقول لي بالخاص لا طبعا مش مصدومة والله نظيم يا زلمة اسمع أنا مش فاهمة انتو لازم تكونوا ممثلين على فكرة أنا عن جدية بعترف لكم بهذا الشي بس بنفس الوقت انتو ما بتفرقوا معي أبدا ولا قصصك انتو ناس تافهين بصراحة اطلعوا من حياتي بليز بترجاكم ابعدوا عني وعن حياتي أرفي يقرفكم ان شاء الله الفيديو كليب الجديد رح يكون كتير نار بصراحة وفي مفاجأة كتير بجنن بس لا انت لا شكلتك ولا شكلتك ولا شكلتك جواني ولا شكلتك بتفرقوا معي كلكم يعوا بتعرفوا بصراحة و او ماي جاد عن جد صدمتوني بصراحة أنا كتير مززومة الهلا وكالعادة الرد الثالث اكيد تزلت على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات وصارت تحتي بي على المقلب اللي صار وصارت تسيب علينا وصارت تحتي علينا طبعا كل كلام مو مهم الا واني صارت تقول عيب عليكم تستجلون المكالمات دخم من ويشي قاعد يقول هي مو كانوا نفسها صار لسنتين تهدد محمد جواني بتجي المكالمة بينها وبينها وهي صارت تستجل المكالمة وحطيته بالمقطع راح وشوفوا عم تفتموا الخصة بالكاميرا وحطكم هذا اللي ستوري طبعا مالسها شوفوا افضحوا محادثات بيننا هاي الشغلة لحالها عب ما تحكي لي انكم انفضحتي ومش انفضحتي هاي مش افضيحة طبعا بالنسب البيسان اسماعي لو انس جايب فلتز ما والصمت لان ما هدوم ايشي يحكو وحيمكني الان تحت تأثير الصدمة فاكتبونا يا حباب بالكومتات شرككم بردة فعل ما يتجمال على المقلب اللي صار الغبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فالنور نزع على سبب الانستجرام شوية ستوريات وبهذه الاستوريات اعلم بخلالها لانو راح ينزل مقطع اليوم الساعة بالاربع على القناة الاساسية وراح يكون مقلب قوي اعطكم هذا الاستوري شوفوا كيف قلت جوة جوة خير شاء الله تكونوا بخير بكرا ان شاء الله على الساعة 4 قناة الاساسية مقلب خليكن جاهزين بشخص ما راح احكي اكتر بكرا الساعة 4 خليكن جاهزين هذا المقطع من اوت حمسي اكتر بين اسو ونور مار الخبر الثالث اللي عدنا عن عمار وفضيحة الانس وبيسان اسماعي لما يتجمال فعمار رزع هذا المقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع صار يهدد بي انس شايب انو اذا يجي على الاردن راح يقتلوه والهو انس لح يجيب نهاية الشهر ولهذا صار يهدده طبعا هو الاساس اللي لا يعرف شنو الموضوع فانس شايب ناشر فويز على السوشال ميديا صار يسبي عمار وسبي ام العمار ومن نفس الوقت صار يحكي على مية الجمال ومشكلته يمحمد جواني وصار يضح به مية الجمال وشون هي التحلف جذب بروح امها فحط لها فويز هي التحلف بروح امها انه هي مقاعدة السجل وبالحقيقة هي قاعدة السجل وروح شوفه مقطعه وتفتهمه الكامل طبعا حبايب لازم من وسط العمار خمسي الف مشترك عمود ينزل له مقاطع اكثر فهو وصله خمسين الف مشترك الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني متهجم على بيسان وعنس الشايب ومية الجمال فمحمد جواني نزع على ثبب الا انستجرام شوي تستوريات وبهذه الاستوريات صار يزنزل بعنس وبيسان وام بيسان وصار يقول على الناس الشايب غي وصار يقول على الموسخين راح تكم الاستوريات هكاملة شوفوها اخواني جواني حبايب نبقي بكو شو اخباركم اول شغير ريسادة اللي كل الناس اللي بتحبني وبتسقطيني بتعرف اخواني بعمره ما بساوي الشغلات الوسخة اللي بتساويه هنا تمام هاي واحد اتنين اتنين يا جماعة اليوم عنا ضيوب القناة اليوم عنا مقلب بمبسبوسة امبلاجم وعنا مقلب ببسبوسة راح تكونوا كلها بمكالمة واحدة والنوس النوس القي راح يكون معنا بالحلقة اليوم سبحان الله اليوم عنا فيديو اكتب من نصة على قناتي راح ينزم من هولا ساعتين تتساعة بالكتير عمنا شوالي حاليا يا جماعة بهذا الفيديو راح تضحكوا كتير 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 اهلي منشان يقل فرق بيني وبينكم كتير كبير ركزوا فيها كتير منيه تمام على كل حال يا جماعة اليوم فهمان شوالوصة تلكم المره المليون انا بعتزم منطاري او اشغل علي كل حدا سبق ارفع شاش لفوق واحضروا الفيديو بقناة ممنقة الاصاص اللي انا بعطيه مصاري امام وبتفهموا كل شي الناس اللي ما بتعرفني من قبل او اضافوني جديدة لحسابي يا حبيبي يا روحي انا محمد الجواني ابن سوريا بعمري مفضاحت حدا بس انا عم برد على شغل صغيري هنه عم يحطوا مقطع من الصوت وبيقطعوا وانا رحب وطبعا بعد محمد جواني ازا هذا المقطع اللي كان دسويب يردت فعلا على المقطع مالتي والمقلب اللي صار واثبت للناس وشون هما صاروا مسخرة السوشال ميديا الخبر الخامس اللي عادنا عن موفلوكز وهل هو كان يقصد نارين بيوتي او لا فموفلوكز نزا هذا الاغنية على قناة تاب اليوتيوب وفعلا هي كل يشافه يقولون انه يقصد نارين بيوتي فهو شي بالنسبة للكلمات وثاني شي بالنسبة انه نارين بيوتي طلعت بالاغنية بهذه اللقطة اللي نوعا ما طلعت كرسمة مو بصورته الحقيقية ولكن الرسمة كانت كلش مشابهة نارين بيوتي وصراحة الاغلب يقول هي نارين بيوتي ونوعا ما لقيت صورة مشابهة كلش للصورة اللي حاطها موفلوكز فاكلبوني يا حبائي بالقوم انت ثلاثة توقعون فلنة كان يقصد نارين بيوتي ولي سماع الاغنية هل هي عجبتكم او لا وبوصلوا الى وصلنا على المقطعات من المقطع جهبكم ليش تحطونا لايك ساركو بالقناة شاناكو فيزي مقاطع مهنوة القصص وبس شكرا لكم على كل الدعم مع السلامة